السلام عليكم أهلا بكم في الجزء الثاني عشان تفهم الجزء الثاني اللي احنا شغالين فيه ده لازم تتابع الجزء الاول اللي هو كان الرسم بدون اي مقدمات هنبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نركب الزاوية هتجيب الزاوية بتاعتك وتبدأ تشكلها كده على نفس رسمة الوردة وتبدأ تثبيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكده كل الزاوية بتاعتنا رجبت هنبدأ دلوقتي في مرحلة تركيب شرايح الجبس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ركبنا كل شرايح الجبس بتاعتنا هنبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نوزن السقف فأول السقف وهبدأ أثبت الميزان ركبت الميزان بتاعي هاخد وزنة على نفس وزنة السقف بس هقل صنط ونص بحيث يكون موزون مع نفس الوزنة بتاعت الفلات ونبدأ في مرحلة التقطيع كده السقف بتاعنا كله تقطع نفصل الميزان هنبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نركب الزاوية لتحت شريحة الجبس تقليل كده الزوية بتاعتنا كلها رجبة هنبدأ دلوقتي في مرحلة المعجون كده احنا معجلنا بيت اللد الداخلي للوردة كلها هنبدأ دلوقتي في مرحلة تقفيل السقف أبدأ أركب التيش بتاع البرجل وكده الوردة تقفلت فلاته هنبدأ دلوقتي ان احنا نرسم الوردة تاني الرسمة اللي احنا رسمناها في البداية خالص على السقف اللي كانت باللون الأزرق هتجيب نفس البرجل اللي رسمنا به الوردة أول مرة هو هو هتبدأ تثبته في نص السقف وتعمل نفس الخطوات أول حاجة هنرسم الوردة اللي كنا رسمينها على مساحة متر ونص في متر ونص رسمت الوردة الأولى المتر ونص في متر ونص برسم الدايرة الأخيرة خالص بتاعة القطع الصغيرة المسلسات طبعا في نص الوردة احنا كنا عاملين دايرة مقاسها أربعين فاربعين هتعمل برجل تاني على كطر واحد وعشرين سنط ونص هيعني هنسيب سنط ونص زيادة الفرق بتاع تخانة الجبس وتبدأ ترسم دايرة هنبدأ دلوقتي ان احنا نقسم الدايرة على تمانية هتجيب نفس البرجل اللي احنا رسمنا به الدايرة المتر ونص في متر ونص هنبدأ دلوقتي نرتكز على نفس التمن نقط اللي ارتكزنا عليهم اللي هو تقاطع العدل مع خط الدايرة اللي هي المتر ونص في متر ونص هنرتكز على التمن نقط ونرسم دوران وكده الوردة بتاعتنا ترسمت هنبدأ دلوقتي نحدد القطعة المسلسة الصغيرة طبعا احنا محددين الدوران الخارجي بتاعها فاضل لنا دورانين اتنين الجنب الينين منها والجنب الشمال منها هنبدأ نستخدم نفس البرجل اللي كنا مزودين فيه 12 سنتي بعد مركز او سنتر الوردة ونبدأ نلف نرسم الدورانين اللي اتنين بتوع المسلس وكده الوردة بتاعتنا كلها تحددت هنبدأ دلوقتي في مرحلة التقطيع امرسAR وكده الطعنة بتاعتنا وكده قطعنا الوردة بتاعي مرحلة السبدة هنبدأ دلوقتي في ان احنا نركب زاوية الحرف اشتركوا في القناة وكده ركبنا الزاوية الخارجية بتاعة بيت الليد هنبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نركب شريحة الجبس الصغيرة بتاعة وش بيت الليد شريحة الجبس دي هيكون مقاسها 6 سنطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنبدأ في مرحلة المعمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر